وده يودينا بقى للقرار اللي صدر من لجلة الحكام والتحادل الكرة اللي هو إسناد تحكيم البطولة للحكام المصري بص حضرتك معروف يعني من الجائز النهائي يبقى أهل وزمالك واري طبعا كل مباراة للأهل أو الزمالك مع أي فريق لها ظروف ظروف خاصة وممكن يبقى فيها أخطاء تحكيمية وكلام ده كله لكن مباراة الأهل وزمالك ظروف طارق ليه بقى أي حكم مصري أيا كان درجة كفاته أو درجة نهاراته وخبراته وكلام ده كله ولكنه يتأثر يتأثر بالضغوط بالجمهير والضغوط وشايفين احنا بننبارح كم الضغوط والتصريحات والتويتات اللي عملة تتعمل على أمين عمر والكلام ده من زيادة تقال إن هو اللي يبقى حكم الساحة رغم أن وفوت تسكت وتعدي وإنت كسبان بقى خطأ تحكيمي فإسندها الحكم أجنبي بينهي الجدل فإنت كان لازم تبعد عن نفسك واجعل دماغ حضرتك لو رجعنا كده مباراة الصبر الأفريقي لو المباراة انتهت بركلة الجزاء اللي كان متقدم بيها النادي الأهل واللي أقرب صحتها كل الناس وفاز الأهل باللقب ما كناش خلصنا الغد الوقت ما كناش خلصنا غد ومؤامرة والمطش تلعب في السعودية كان زمانا لسه بنحكي في القصة دي الغد الوقت يعني تفاهمني فأنت لازم يعني تني حالة الجدل إيه المشكلة أن أنت حتى تجيب طاقفك تحكيمي إماراتي للمباراة أنها إيه هو إستعمال حكم إماراتي في مطش الإقالة والسيراميكا على فكرة نتيجة التحبط نتيجة التحبط مسافر بعد حكامه إيه المشكلة وتبعد عن نفسك واجعل دماغ ده كله وتخش بقى في الجدل والتويتات والضغط الإعلامي على الحكم والحكم مصد ده حكم لنا مطش الكذا وعمل كذا ما تنهي الجدل ده كله وتريح دماغك من الأول أن المباراة النهائية أيا كان طرفية هيحكمها تقم تحكيم إماراتي مثلا أو تقم تحكيم من أي دولة عربية قريبة أو حتى تقم تحكيم أجنابي لكن إنت دخلتنا في أزمة بلا لازم هو بقى عنده مشكلة تانية أن ما ينفعش الخطأ اللي عمله محمود عشور تقرره يعني لو قررته يبقى أنت بتقرن عشور صح والناس كلها شايفة منه غلط حتى وقل فرحان ما عنده أخطاء في الدور المصري ياما عنينا من أخطاء وقل فرحان في الدور المصري يعني إذا كان محمود عشور عنده ملاحيز في المباراة الأولى ما بين برامدز والزمالك مصبور وقل فرحان عنده ملاحيز ياما الغريب أنه ماخدش الحكام الخبرة يعني أنت زناية نفسك في عدد فين محمد عدل؟ فين محمود البنة؟ يعني آه ممكن يكون البنة بعيد والاختيار بالهوى بالهوى ها؟ لجنة الحكام بصي أولا لازم يجي رئيس لجنة برضو أجنبي ده اللجنة لازم تتغير كلها ها طبعا لازم يجي أجنبي واضح يعني من الاختيارات يعني ده حل وده صاحبي شيلل ده برتاح له يعني أنت عارف الحكام في مصر يعني دول تبع فلان ودول تبع الصاد مش عايز أقول أسماء يعني بالضبط ودول أصلا بتقول حرس القديم ودول كانوا مع فلان ودول دربوا في فلان لما ماشي انت عارف القصة بتاعة الحكام في مصر ويعني كلام كتير يتقال في الموضوع ده فلازم يجي رئيس لجنة الحكام ويجي محاضرين يفسروا القوانين للحكام ويبتل تتدخل وناس ليه علاقة بالفار تفهم الناس تتدخل ازاي وقرار زي بتاع انبارها ده انت حسبت ركلة بالجزاء أو الفار قال لك ان دي ركل الجزاء طبعا فيه في النص التالي من القانون ان الحالة دي طارد كارت احمر كارت احمر ما نفساش ليه واكتر من حكم تلهو او خبير تحكيمي من حكام السابقين تلهو بعض المبرة واكدوا على حكاية دي